توقعت ليلى عبداللطيف بتحذر مواليد 6 أبراج من كارثة مالية وصحية خلال الفترة اللي جاية هنشوف قالت ايه؟ طبعا توقعت أول حاجة لبرج الأسد حذرته من التعاملات المالية ونصحته بتجنب الدخول في شراكات جديدة برج الميزان حذرته من التعرض للاحتيال من المقربين ونصحته بالحذر الشديد في التعاملات برج الحمل توقعت له تغيرات كبيرة في حياة الحمل وقد يضطر البعض منهم لترك وظائفهم برج القوس حذرت من التسرع في اتخاذ القرارات ونصحته بالاستماع لنصائح لآخرين برج العقرب حذرت من التعرض للنصب والاحتيال عند التوقيع على العقود برج الحود طبعا حذرته من مشاكل صحية وأيضا نصحته يعني حذرته من مشاكل صحية محتملة ونصحته بالاهتمام بالصحة وازدياب للطبيب عند الضرورة ترجمة نانسي قنقر